فاست وعين السماء اسماني اطلقا على اكبر مرصد او تليسكوب لاسلكي لالتقاط موجات الراديو في العالم اما الهدف البحث عن حياة خارج كوكب الارض فبعد حوالي ثلاث سنوات من تشهيده واخضاعه منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعات لتلاف ما قد يظهر من عيوب فنية فعلت بكير رسميا التليسكوب العملاق معلنة بدء العمليات وابحاث الفضاء ان جميع المؤشرات الفنية للتليسكوب قد وصلت او تجاوزت المستوى المخطط واداؤه رائد على مستوى العالم ان حساسيته تزيد اكثر من مرتين ونصف المرة عن ثاني اكبر تليسكوب في العالم ويبلغ قدر التليسكوب فاست خمسة مائة متر اي ما يعادل ثلاثين ملعبا لكرة القدم وهو قادر على تلقي ثمانية وثلاثين جيجابايت كحد اقصى من المعلومات في الثانية واتم تثبيته على جبل في اقليم جويتشو جنوب غرب البلاد وسيتم فتح التليسكوب تدريجيا امام علماء الفلك في جميع انحاء العالم ما يوفر لهم اداة قوية للكشف عن الالغاز المحيطة بتكوين الكون وتطوره نعتقد ان فاست لديه حساسية عالية للغاية وسوف يلعب دورا رئيسيا في حل بعض الاسئلة العلمية الاساسية بما في ذلك بعض اسئلة علم الفيزياء مثل النجوم النعبضة كما سيلعب دورا مهما في تعزيز تطوير تكنولوجيا علم الفلك اللاسلكي وفي قيادة الصناعات ذات السلة ولضمان اداء فاست الذي بلغت تكلفة بنائه ما يقرب من مليار ومائتي مليون يوان اي حوالي مائة وسبعين مليون دولار تم نقل حوالي سبعة الاف شخص يعيشون في منطقة مجاورة الى مدينة تبعد عشرة كيلومترات عن تليسكوب هذا وشارك في العمل بفاست نحو عشرة علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا وباكستان ويتوقع ان يجري المزيد من التعاون العالمي في مجالات مثل اكتشاف موجة الجاذبية ومقياس التداخل طويل المدى وان يحقق عدد من الاكتشافات العلمية الرئيسية في السنتين او السنوات الثلاثة القادمة